جلال الدين الرومي ميساء من خلال مقولاته العديدة والمشهورة جدا والمؤثرة بتشعر أنه كتير مؤمن بالروحانيات يعني مش بس هاي العبارة فيه تاني عبارة لإله بتقول أنه يعني لربما أنه تكون الأذنان هم القطنتين اللي بتحجب عننا السمع دليل أنه هو بأمن أنه الواحد لازم يسمع بروحه بقلبه وفيه كمان عبارة بتأكد هذا الحكي وهو بقول فيها أنه الوداع ما بقع على اللي بيعشق بعيونه يعني اللي بيعشق بقلبه وبروحه ما فيه وداع نهائيا ولا انفصال أنا لسه مبارح كنت شافي إله مقولة بأنه في هالدنيا مشوار أنت بدك تمشي قد يرافقك بعض الأشخاص لبعض الوقت لكن هالطريق أنت بدك تكمله لوحدك لأنه هو كمان دوما بيآمن في الإنسان وذاته وروحه وعيونه وبالتالي لما هو بيطلب مننا من خلال حكمته أنه إحنا نسمع بروحنا ما لا يمكننا سماعه بأذاننا هذا دليل على قديش إحنا اليوم عبارة عن كتلة من الأعصاب تستشعر المحيط ومش بس الحواس يلي إحنا معترفين فيها اللي هي الحواس الخمسة اللي إحنا ممكن نشعر من خلالها إحنا كمان في عنا جهاز عصبي يتأثر ويؤثر فينا بكل تفاصيل حياتنا داري حتكون مشكلة كتير كبيرة إذا تعرض هذا الجهاز العصبي لأمراض مزمنة عصرية نجهل سببها أعراضها جدا مؤلمة وقاسية لكن اليوم إحنا منحاول أن نوعي اتجاه بعض هذه الأمراض وأبرزها هو مرض التصلب الويحي والتفاصيل طبعا مع ضفنا الآن داخل الستوديو الدكتور محمد أبو عواد وهو محاضر في كلية الطب في جامعة النجاح الوطنية والحاصل على الدكتوراه في الأعصاب أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم يسعد صباحك شو بيفرق علم الأعصاب عن علوم الإنسان الأخرى؟ وين تجي أهميته؟ يعني هو علم الأعصاب إحدى العلوم اللي حاليا تعتبر خاصة في الدول العالم الأوروبي والأمريكي من العلوم اللي العالم بيركز عليها في الأبحاث مركز بشكل أساسي على الدماغ والحبل الشوكي دراسة ما يحدث دراسة كيفية نشوء فيسيولوجية الدماغ والحبل الشوكي وكذلك بعد ذلك اللي هو دراسة ما يحدث من أمراض لأنه معظم الأمراض العصبية للأسف دعني نقول المزمنة منها لا يوجد لها علاج جدري بالتالي هناك أبحاث كثيرة تحدث عن مستوى العالم خاصة في أمريكا وأوروبا لتبيان أو بيان أسباب قد تؤدي في زمن ما إلى علاج يعني ومن أبرز هاي الأمراض العصبية اللي منتشرة مؤخرا دكتور محمد هو مرض التصلب اللوحي إذا بنا نعرفه علميا طبيا شو بتقول عنه؟ نعم مرض تصلب الروايحي هو مرض عصبي مزمن ذات المناعة طبعا يصيب الجهاز العصبي المركزي بمعنى آخر يصيب الدماغ والحبل الشوكي نعم دعني أقول ذات المناعة بمعنى أن بعد فترة تعرض الإنسان مثلا من أحد العوامل إلى التهاب معين منذ الطفولة تتكون هناك أجسام مضضي هذه الأجسام المضضي منوط بها الدفاع عن الجسم لذلك تسمي ذات المناعة تصبح هذه الأجسام المضضي تهاجم الغمد العصبون العصب دعنا هنا نوضح قليلا شو هو العصب في القشرة الدماغ هناك تجمع للأجسام العصبي يمتد محور العصب إلى باقي الدماغ الحبل الشوكي وهكذا هذا العصب مغطى بالغمض الميلانيني وظيفة الغمض الميلانيني غير أن حماية العصب هو تسريع نقل السيال العصبي الكهربائيات في الدماغ في مرض الصلب اللواحي تهاجم هذه الأجسام المضادة هذا الغمض الميلانيني ويكون طبعا يصبح التهابات يكون هناك ندوب ومن هنا أتى اسم سكليروسيز ملتبل سكليروسيز اللي هو التصلب اللواحي وله أسماء أخرى حتى التصلب المتعدد التصلب المتناثر لكن لا يوجد سبب واضح للتصلب اللواحي بس لما أنت ذكرت أنه تعرضنا للالتهاب بفترة الطفولة هل إذن هو ما بيجي مرض مرة وحدة هو بيكون نتيجة عوامل بس شو نوع الالتهابات اللي يمكن أن يتعرض لها الطفل يمكن أن تسبب أو تأدي للتصلب اللواحي نعم دعيني أقول أن هذه الالتهابات إحدى العوامل التي قد تؤدي إلى نشوء هذا المرض ولكن هذه العوامل بما أنه لا يوجد سبب لذلك يوجد عوامل منها العامل الالتهابي يعني أكثر شيء من أحد العوامل اللي هو الالتهاب الفيروسي وخاصة نحن نسميه بالإبستيان بارفيروس إحدى الفيروسات التي قد تؤدي فيما بعد إلى نشوء هذا المرض لكن دعيني أقول أن هذه العوامل تقع تحت دائرة الترجيحات بمعنى لا يوجد استنتاج علمي دقيق أو بحث يعني ثبت هذه المعلومات طبعا لذلك دعيني نحكي عن العوامل هاي اللي مثلا نحكينا عن العامل الالتهابي مثلا قد يكون الفيروسات في العامل البيئي هناك عوامل البيئي والجغرافية يمكن بالضبط الجغرافية لكن نركز على أن هذه دائرة الترجيحات فقط يعني لا يوجد نعم مثلا منتشر التصلب اللويحي في أمريكا الشمالية ومنتشر في أوروبا الدول الإسكندنابية مثلا شمالية وكلما قربنا للجنوب كلما كان بالعكس أقل هذا واحد السبب لا يوجد سبب واضح يعني بعض منها هل هو مثلا عامل كان العلاقة بدرجات نعم يعني يعتقد في بعض الأبحاث هناك أبحاث قليلة يعني أنه له علاقة بعدم التعرض لأشعة الشمس وبالتالي نقص فيتامين دال طب ما هو أهل الكل عنده نقص فيتامين دال كل الشعب لا بس يمكن لأنه هناك فترات الشتاء أطول بكتير من فترات الصيف ممكن قد يكون ذلك وبالتالي ينصح مرضة صلب اللوحي بأخذ فيتامين دال من باب الاحتياط خلينا نقول ولكن ليس كعلاز في العامل الجيني طبعا في نحب نوعي المجتمع أنه لا يتوجد علاقة مباشرة بين هذا المرض والوراثة أو الجين معين أو صلة قرابة لا بالعكس لكن بعض الأبحاث أشارت إلى أنه الأبوين إذا كان أحد الأبوين مصاب مرضة صلب اللوحي فقد تزيد نسبة الإصابة الأبناء أو الإبن مثلا إلى 2% أو 3% لحد ماكسيمم إذا كان هناك توائم أحد التوائم مصاب مرضة صلب اللوحي تزيد نسبة الإصابة للشخص الآخر من التوائم اللي هو بالنسبة 30% هذا إحدى العوامل إذن عامل بيئي عامل جيني طبعا يصيب النساء أكثر من الرجال بنسبة 3 إلى 1 برده ما فيه سبب معين لا يوجد العمر يتراوح تراوح الإصابة طبعا هو يأتي بجميع الأعمار ولكن تقريبا في مرحلة الشباب ما بين 16 سنة إلى 43 سنة نعم مرحلة اكتشاف المرض والأعراض اللي بتصيب المريض هل هي بتكون فجائية دفعة واحدة أم بشكل تدريجي بقدر يلاحظ على حاله تغيرات هون أنت عمالك هون نضطر نحكي عن أنواع المرض بشكل عامل لأنه المرض يقسم إلى أربع أنواع في التصلب المتعدد الانتكاسي وهذا بالعكس هذا يذهب المرض أعراضه فجأة بشكل انتكاسي هجوم حاد وثم تختفي هذه الأعراض إما بشكل كلي أو بشكل جزئي وهذا أكثر الأنواع شيوعا طب خلينا نفصل في أعراضه دكتور طبعا الأعراض قد تأتي الأعراض حسية وبالتالي يشعر المريض بالنمنمي بخدران بالأطراف بالرجلين باليدين قد تأتي الأعراض حركية وهذا خاصة الأعراض الحسية والحركية تأتي في النوع الانتكاسي قد يصيب هذا المرض عصب العين وبالتالي يصبح هناك التهاب في عصب العين وبالتالي أعراضه تكون محصورة في العين مثل ضبابي في الرؤية أو ازدواجي بالرؤية ألم خلف العين قد تكون هناك أعراض فقد الإحساس والحركة عدم التوازن عدم القدرة على التوازن وهذا بيؤدي إلى أنه في الأعصاب اللي راح على المخيخ أو من المخيخ المسؤولة عن توازن الجسم أثناء الحركة تصاب بهذا المرض هناك أعراض كثيرة الحقيقة هناك حتى الضعف العام قد يكون هناك شلل نصفي لهذا المرض لا توجد أعراض يعني هذه الأعراض خلينا نقول تأتي فجأة طبعا قد تأتي فجأة وقد تأتي بشكل متطور بشكل متطور هذا يعتمد على حدة على نوع المرض هل هو انتكاسي هل هو حميد هل هو انت مترقي متطور أو مترقي ثانوي هناك أربع أنواع رئيسية لهذا المرض لكن بشكل عام هذه الأعراض تعتمد على مكان الإصابي وتعتمد على حدة الإصابي تقريبا طب إيش بيفرق مكان الإصابي هو أصلاً بيصيب الأعصاب نعم هناك مثلا أنا حكيت أنه مثلا إذا كأصاب فقط إلتهاب العصاب البصري عصاب البصري رح يجينا بأعراض تتعلق بالعين أكتر بالمخيخ رح يجينا بأعراض تتعلق بالتوازن طب أنواع العلاجات دكتور بناء على هذه التصنيفة يعني منعرف هي صارت متشعبة إجمالة شوف لا يوجد علاج حقيقة لا يوجد علاج نهائي لهذا المرض وبالتالي هو مرض مزمن لكن هناك أدوية قد تخفف فقط لتخفيف الأعراض فيه طبعاً أدوية متعددة قرأت أحد التقارير تتعلق بهذا المرض أنه هناك بعض الأدوية متوفرة في فلسطين والحمد لله يعني تخفف من أعراض هذا المرض مثل بريدنيزيلون مثل ناتاليزوماب انترفيرونز مثلاً بأي منطقة في الجهاز العصبي الإصابة يعني هذا يعتمد على يعني خلينا نقول طريقة العلاج تعتمد على أخصائل إتلينيكي اللي بيعالج هذه الأمراض وإذا تشخصت الحالة صح كمان هو مشكلة المرض أحياناً في تأخر تشخيص لأنه قد تأتي الأعراض ثم تختفي وبعد 10-15 سنة سراحة بس أنا بتوافق مع نغم أنه للأسف لنا اليوم لسه ما في عملية تشخيص صحيحة للمرض خاصة للأمراض اللي مش منتشر كتير ما هو لا يوجد يعني ممكن حدا يكون فيه عن جد بيعاني من نمنا فبيعني بيصير فيه تخمينات لأشياء تانية خاصة إذا المرض ما كانش منتشر في البلد كتير هو شوفي الحقيقة هو منتشر كنسبة هو نسبة انتشار هذا المرض في العالم تتراوح من كل ألف إلى شخص مصاب لكل ألف تقريباً في العالم وهذه نسبة عالية مش قليلة تعتبر عالي بهذا المرض ولكن كمان إنه تقدر حوالي عدد المصابين في الضفة الغربية وغزة في فلسطين في هذه النسبة بمعنى آخر تقريباً ألفين مصاب حد أدنى في الضفة وغزة طبعاً يعني بمعنى آخر مية لكل مية ألف أو واحد لكل ألف مصاب لذلك من المهم التوعي لهذا المرض كتشخيص لا يوجد تشخيص مباشر لهذا المرض بمعنى هنا جهاز معين أو فحص معين لتشخيص هذا المرض بالعكس هو يعتمد على أمور كثيرة تمام إذا تم اكتشافها مبكراً زي ما قلت أنه هل بتم القدرة أو السيطرة على تفاقم حالة المريض نعم حسب برجبة أو حسب نوع المرض أنه هل هو انتكاسي هل هو متعدد مترقي أولي مترقي ثانوي أو حميد بالعكس يعني خليني أقول أنه الحميد هو الذي يصيب النساء أكثر من الرجال يعني مع أنه نسبة الإصابة لهذا المرض بالنساء أكثر من الرجال إلا أن الحميد هو أكثر لا النساء نعم من أهم الفحصات بس دعونا نرجع أنه من أهم الفحصات لهذا المرض هو فحص الرنين المغناطيسي يعني حتى نرى إذا كان فيه بقعة بيضة في هذا المرض ولكن يعتمد على أمور أخرى يقوم بها الطبيب المختص يعني هو اللي بحسن النتيجة نعم طبعا طيب بالنهاية لو هيك سريعا نحكي بفكرة أدي يعني واجب على جميع أنه يتأقلم مع حالة المريض خاصة أهل المحيط فيه لأنه مرض كتير صعب وبين كان يجي عليه النوبات أصعب شيء أو أصعب الأمراض المطلوب منك أنك تتعايش معها وهاي من الأشياء اللي بس قرأتها عن المرض حسات أنه قداش صعب جملة العلاج يجب على المريض أن يتعايش مع هذا المرض في السيطرة على العرب مئة بالمئة السؤال جميل وفكرة جميلة لذلك المريض التصلب الواحي يحتاج إلى الدعم مجتمعي يحتاج إلى الدعم النفسي يحتاج إلى كمان العلاج الطبيعي من أجل زيادة فعالية هذا المريض في المجتمع لأنه المريض قد يعاني من مضاعفات هذا المرض مثل الشلال النسفي قد يعاني من فقدان للذاكرة حتى وبالتالي فعاليته في المجتمع بتكون قليلة جدا حتى هناك بعض الحقاقة بسبب قروب فصل الصيف يعني أنا ننوح أن مرضى تصلب الواحي يتجنبوا الحرارة العالية لأنه فيه نعم دراسات وأبحاث بتحكي أنه درجة الحرارة العالية للمرضى تصلب الواحي يعانوا أكثر من الأراض الله يكون معهم ويقويهم آمين يا ربو يشف جميع المرضى بحياتنا على كل المعلمات التي ذكرتها شكرا للمشاهدة بحياتنا على ما أنه لحظات pier LINKE ما mein بحياتي مجتمع بطلق岛 ما يريد من ونفسها ما الغديان على نفس الشيخ